حوالي مليون شخص يموتون سنوياً بسبب الالتهاب الكبدي الفيروسي بالرغم من أن الأدوية الجديدة أثبتت فعاليتها في العديد من الحالات 90% من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعالجون تماماً في فترة لا تتجاوز 6 أشهر لكن هذا العلاج لم يتم تعميمه بعد أما محاربة الفيروس فهي رهينة بالقضاء على سبو الانتشار المرض كالعلاقات الجنسية غير الشرعية وتعاطي المخدرات عبر الحقن السهاب الكبدي الفيروسي سي تنتقل عن طريق الدم أو العلاقات الجنسية لهذا كالقاو أنه نسبة كبيرة للمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن مصابين بهذا المرض لباتيتس في المغرب دعت جمعيات المجتمع المدني المهتم بالحق في الصحة في مذكرة إلى جميع الجهات المعنية إلى المصادقة النهائية على المخطط الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي والالتزام بميزانيته الخاصة بدأت السنة أكثر من عشر شهور هذه بدأت وزارة الصحة في بلوارات واحد المخطط استراتيجي وطني لمحاربة الالتهاب الكبدي إلا أنه للأسف الشديد هذا المخطط لحد الآن لم يتم المصادقة عليه سياسيا من طرف وزارة الصحة لا زال كمشروع ولحد الآن ليس هناك تمويل لهذا المشروع ومن بين المطالب التي نص عليها المخطط الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي توسيع حملات التحليلات الطبية والعمل على تخفيض تكلفتها وكذا توسيع نظام راميد لفائدة الفئات الأكثر عردة للإصابة بهذا الداء شكرا